السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي وسلم على اشرف المرسلين. اذا اصدقائي كالعادة نقدم لكم مواضيع مفيدة ومهمة جدا. شوف هذا الموضوع يخص الجماعة اللي ينجوب سلكة وكذلك اللي ينجوب الاقفاص يعني ماوش بعيد عليها يعني كامل معنيين. المهم بالنسبة الاستعمال الاينارة في الغربة. شوف يا اصدقائي. لما تشوفني مثلا هنا داير اينارة في الغربة. هذا ما يعنيش اني نجهز بالاينارة. نولا. ثاني حاجة. لما تكون عندك غربة كيموها ما تدخلهاش اشي على الشمس بزيف وما يدخلهاش الضوء بزيف. لازم 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 عليك وضع الاينارة. ماشي وتروح تزيد في الاوقات. لا لا. كي يطلع النهار وتشوف انه الجو مغيم. ولا الاينارة داخل ولا الضوء داخل الغربة. سلاك اول الغربة اللي رك تربي فيها الطيورة حتى لو كان في اقفاص. هنا لابد 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 من اشعال الاضواء. ما عندكش حال بك انت باش تخلي الطيور تاعك في الظلمة. لا لا. حاجة اللو لا. رك تفش لهم. اللي خليتهم الظلمة. يقولوا داخلين هلك. غير قاد ماك له ورقاد ماك له ورقاد ينقص اللي نار جدا هم تنقص. لا وفر لهم شوية. ضوء على الاقل خلي الطيور تلعب. خلي الطيور طيور. خلي الطيور. تحرك خليها تغرد. ماشين تايم. خليها تضل وتقول لي رحى نور ما نخدم بطبيعي لا لا طبيعي حاجة واحدة اخرى لكن الانارة لازم تكون ما تنجي مش تخلي طيور تاعك في مرحلة الراحة ولا مرحلة غيار ريش بل في الظلمة هاشوف انا عندي هذي اتبالكم انتم ما يدخلوا الضوء بزيار لكن آآ راني نجي نلقا تبالي نقص الضوء واش ندير نشعل لما يقرب المغرب نطفي الضوء كي نشوف باللي راح قريب يطيح الديل نطفي الضوء نخليهم بلاسور واحد يقبضوا بلايسهم لانهم بالسلاكة لازم يقبضوا بلايسهم ما نجيش نخليهم الضوء وبعد نطفيه وخلي الطور تبات تتخبط طيح لك الريش ولا تموت لك ولا لا لا كي تستعمل الاينارة كي ما كي تستعمل الاينارة بغربة تربية الطيور ولا بالسلاكة رائعي بعض الامور الصباح ان شاء الله كيتل عمها اشعر لهم ليشتل الجو مغيم واشتبالي عندك الضوء ناقص في الغرفة تبالي اينارة عندك الضوء بزياب وعندك النوافذ بزياب ما تديرش موش مشكلة لكن اذا ادبرت هذاري هذاري تخلي الليل يطيح وبعد جدا في الضوء تبدأ الطيور تتخبط لازم تبضي بلايسها باش تنام اشتركوا بسلاك اعتبوا القابص واتصراكم تشوفوا قادر ان تأخذ المقنية لها قابض بلاس وطبيع ليه الضوء وليه يتخبط ان شاء الله بدكم واشكرا اشتركوا في القناة